المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن آلية استقبال الشكاوى ألكترونيا وأكدت أن المشروع الجديد يعد إنجازا وسابقة للمؤسسة موضحة أنه من عدم أي مؤسسة حقوقية تتبع نفس الآلية في استقبال الطلبات وأشارت أيضا إلى أن الهدف من المشروع الجديد هو بناء جسور التواصل المثمري والهدف ما أتت فكرة تحويل استمارة الشكوى إلى طلب تقديمها أونلاين مثل ما يقولون أو عن طريق الإنترنت تسهيلا للشاكي سواء كان داخل البحرين أو خارج البحرين ومن ثم أتت فكرة عمل تطبيق على الهواتف الذكية عن طريق الأبل أو الأنرويد ستور أيضا لمواكبة التقنيات الحديثة وكما ذكرت أنا سابقا أننا طبعا تم الإعجاب بهذه التقنية والتطبيق من قبل اللجنة في حقوق الإنسان في جنيف أن لا يوجد أي مؤسسة وطنية في العالم استحدثت هذا النظام فهذا فخر وإنجاز للبحرين من هذه الناحية